استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة بسكان في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة وأفدت مصادر الطبية في غزة باستشهاد ستة أشخاص وإصابة عدد آخر جراء قصف استهدف منزلا مأهولا غرب معبر رفح جنوب القطاع كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا جنوبي خين يونس مما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وبحسب أحدث إحصاء لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة فقد ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي منذ سبع من أكتوبر الماضي إلى سبعة عشر ألف وأربعمائة وتسعين شهيدا من بينهم سبعة ألاف وثمانمائة وسبعون طفلا وستة ألاف ومائة وواحد وعشرون إمرأة